اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم على سيدنا محمدين وعلى آله هذا السؤال معناه رجل جزار دبح بقرة فلما صلخها وشق بطنها وجد فيه جنينا وهنا ليدبح بقرة أو ناقا أو نعجا أو معزا ووجد فيها جنينا كين أربعة ديال المراحل ديال الدرج المرحلة الأولى إذا وجده ناقص الخلقة ما زال ما كمتشي الخلقة دياله ما زال ما تفرقش فهذا لا يكال هذا يرمى مرحلة تانية وجد خلقته تامة ولكنه ما زال ما نبت الشعر لا يكال يرمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دكات الجنين إذا أشعر أي أنبت الشعر فإذا وجدناه تامة الدات ومشعر در الشعر ولكن واش نومية تنشوفوا واش مات بالدبحة ديالي ما أو مات قبل أن تدبح أمه جزارة يعرفوا أمتي يعرفوا هذه الحقائق فإذا قالوا إن هذا الجنين كان ميتا في بطنها قبل أن تدبح أمه فهذا لا يكال يرمى ولكن إذا قالوا كان حيا ولما دبحت أمه مات فهذا يكال قصرد رجل لأخيه بلغ المين المال شريطة أن يبيعه أرضه غير أن هذا الأخ لم يلتزين بهذا الشرط ولم يفي بوعديه فهل هذا الشرط يجيب البيعاء وشكرا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من أسلف شيئا فلا يشترط إلا قضاءه تيسأل واش واجب على هذا الأخ أن يوفي بهذا الشرط يبيع له الأرض لا هذا قول السيد هذا المعاملة اللي عملتك الله أحرام أيها السيد الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتضمن حلقة اليوم من برنامج ركن المفتي مجموعة من الأسئلة القيمة في مجال العبادات والمعاملات نسأل الله أن يوفق عالمنا الجليل الأستاذ الحاج عبد الكريم الدودي في الإجابة عنها من مدينة سيد بن نور هذا سؤال في الإيرت سيدة ورثت عن أبيها قطعة أرضية فأرادت بيع نصيبها لابنها غير أن أخاها عارضها في هذا البيع مدعيا أن له حق الشفعة وأنه حق بشرائها من ابنها ما حكم الشرعي في ذلك هذا في الشفعة عفوا هذا السؤال يجب أن نوضها لأنها تقول فيه إن أخاها عارضها عندما أرادت أن تبيع لولدها نصيبها مدرقتها القاعدة المقررة شرعا أن الشيئة إذا كان مملوك على الشيئة وهذه القطعة التي تقول إنها تريد أن تبيع نصيبها إن كانت ما زالت مملوكة بينها وبين أخيها وأرادت أن تبيع لولدها نصيبها منه فإن الحق يتبث للأخي ولكن لفرضنا أن القطعة توقع قسمها قسمة بتية قطعية وخرجت بواجب نصيبها في ناحية وخرج أخوها بنصيبه في ناحية أخرى فإذا أرادت أن تبيع فلا يمكن أن يعارضها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشفعة في كل مال يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعها من تزنيت سيدة تقول إنها تخطئ كثيرا في قراءة صور القرآن الكريم أثناء أدائها للصلاة هل صلاتها صحيحة؟ تقرر شرعا أن الصلاة لها فرائد ولا سنان مؤكدة وسنان غير مؤكدة الفرائد ومصوصنا عليها هم بنها قراءة الفاتحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام وبنسبة للفت أما فيما يجعل قراءة الصورة فغاية ما هناك أنها سنة مؤكدة هذه السيدة يقال لها اكفيها أن تذكر ولو آية واحدة بعدها أنت يا إمير الفاتحة كأن تقرأ قل الله أحد ويكفيها ذلك أو تقرأ أحد ويكفيها أو تقرأ آية كيفما كانت هناك آية ولو صغيرة إنها أعطيناك الكتاب فإذا قرأت ذلك فإن ذلك يكفيها وعلى كل حال إذا كانت تخطئ كثيرا وتحافظ على قراءة الفاتحة فصلاة أصحيها ترجمة نانسي قنقر